بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون أيها الأخوات المستمعات سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لباب الشهاب ومع حديث آخر من أحاديث كتاب الشهاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن هذا الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن عمر وأبي أمامة الباهلي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ورواه أيضا أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح على شرط الشيخين وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن قال العلامة بن الوحشي الأندلسي يريد أن الرجل إذا عمل الحسنة فسرته ورجى من الله عز وجل أن يتقبلها منه كما يخاف إذا عمل السيئة أن الله عز وجل يعاقبه عليها كان هذا مؤمنا وعلى هذا المعنى اتفقت عبارة الشراح واتحدت كلمتهم جاء في مرقات المفاتيح ومن سرته حسنته أي إذا وقعت منه وساءته سيئته أي أحزنته إذا صدرت عنه وقال في فيض القدير من سرته حسنته أي فرح بها لكونه راجيا ثوابها موقنا بنفعها وساءته سيئته أي حصل له هم وغم بارتكابها وقوله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن وفي رواية فذلك المؤمن أي الكامل الإيمان المحكوم له به قال المناوي فهو مؤمن كامل الإيمان لأن هذا شأن من أيقن أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء وأنه يجازه بعمله وأما من لا يرى للحسنة فائدة ولا للمعصية آفة فذلك يكون من استحكام الغفلة على قلبه فإيمانه ناقص وقال في موضع آخر من كتابه التيسير فالإيمان لا يكمل فيه حتى تصره تلك وتسوءه هذه يقصد الحسنة والسيئة ويصير متيقنا أنه لا يخفى على ربه حبة خردل ولا مثقال ذرة فيجازيه بعمله وعند ابن قتيبة رحمه الله المراد بالمؤمن في هذا الحديث المصدق وفسر ذلك رحمه الله بالقول لأن من استبشر للحسنة تكون منه فهو مصدق بثوابها ومن اعتصر قلبه عند السيئة تكون منه فقد علم أنه راجع إلى الله عز وجل وأنه محاسبه بها ولولا صحة التصديق وزوال الشك لم يسر ولم يسأ كما أن المنافق والزنديق لا يسر بالحسنة من عمله ولا يساء بالقبيح منه لأنه لا يصدق بالثواب والعقاب عليهم وجاء في نيل الأوطار فيه أي الحديث دليل على أن السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة من خصال الإيمان لأن من ليس من أهل الإيمان لا يبالي أحسن أم أساء وأما من كان صحيح الإيمان خالص الدين فإنه لا يزال من سيئته في غم لعلمه بأنه مأخوذ بها محاسب عليها ولا يزال من حسنته في سرور لأنه يعلم أنها مدخرة له في صحائفه فلا يزال حريصا على ذلك حتى يوفقه الله تعالى لحسن الخاتمة أخي المستمع أخت المستمعة لسائل أن يسأل عن ما هي هذا السرور المطلوب وحدوده والجواب أن السرور بالحسنة شرطه أن لا يفضي إلى العجب والاغترار بها فيصر بما يرى من طاعته فيطمئن بأفعاله غافلا عن منة الله فيها فيكون قد انصرف عن الله إلى نفسه فيهلك ولهذا قال صاحب الحكم ربما عصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا وقال في بحر الفوائد مبينا حدود الصرور الجائز فيكون صروره لله عز وجل دون أن يكون لحسن ثنائه من الناس أو تعظيم عندهم أو إجلال في أعينهم وقال الصغاني ولو صرته أي حسنته لأن الناس يحمدونه عليها ويرغبون فيه لأجلها ويرفعونه فوق قدره ويثنون عليه بها لا لأنها حسنة كان مرائيا لا مخلصا فاسقا لا مطيع وكذلك من ساءته سيئته لأنها مفسدة في ذينه فذلك علامة إيمانه ولو ساءت سيئته لأنها تضر ببدنه أو تسقط جاهه أو تطرحه من رتبته لأن الناس لا يسمعون قوله ولا يقبلون شهادته لم يكن هذا دلالة على إيمانه وفيه إشارة يقول الصغاني إلى صحة ما قال أهل السنة أن التوبة إنما تكون بالندم على السيئة لأنها قبيحة لا للوجوه التي ذكرنا وأن التوبة لهذه الوجوه لا تكون توبة خالصة أخي المستمع أخت المستمعة مما يعضد معنى حديته صلى الله عليه وسلم من صرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا قال العلماء أي إذا فعلوا الحسانات استبشروا بتيسير الله لهم فعلها فإن الاستبشار بالحسنة من حيث إنه تعالى أجراها على يديه وأهله لها ومن حيث إنه يحبها ويحب فاعلها ومن حيث إنه يجاز عليها الجزاء الأوفى ومن حيث أنها تقربه إلى بارئه ومن حيث إنها سبب لانبعاث النفس للإتيان بغيرها بهداية الله له فمن هذه الجهات كان الاستبشار بالحسنات من المطلوبات لله تعالى وتمام هذا الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا أي إذا عمل سيئة عرف وزنها وخطورتها وعرف طريق الاستغفار منها والندم عليها قال السيج الماسي وهذا شأن المؤمن أن يسر بما فيه ثواب ويساء بما فيه العقاب لأنه إذا ساءته سيئته لام نفسه على ما فعل والنفس اللوامة هي نفس المؤمن لا شك في ذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما خرجه الحكيم الترمذي إن المؤمن إذا أذنب فكأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه فاتقتله والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه مستمعي الأعزاء من الفوائد التي استنبطها العلماء من هذا الحديث بطلان مذهب المعتزلة والخوارج في أن مرتكب المعصية ليس بمؤمن قال ابن جرير وفيه تكذيب المعتزلة في إخراجهم أهل الكبائر من الإيمان فإنه سم أهل الإساءة مؤمنين أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع صفة الإيمان عن أهل الكبائر من أمته وفيه إبطال لقول الخوارج الذين قالوا هم كافرون أي العصات وإن أقر بالإسلام قال في بحر الفوائد فأما ما وقع من العمل لله تعالى وإرادة الدار الآخرة لم يلحقه فساد يكون بعده ولم يحبطه شيء دون الشرك عند أهل السنة والجماعة ولو كان الأمر على ما تزعم المعتزلة من إحباط الطاعة بالمعاصي لم يجز اختلاطهما واجتماعهما ومن كلام الحافظ بن عبدالبر في التمهيد في هذا المعنى فليث شعري من قال لأخيه يا كافر وهو ممن تصره حسنته وتسوءه سيئته لأي شيء تكون الشهادة عليه بالكفر أولى من الشهادة له بالإيمان مستمعي الأفاضل قال الحافظ السج الماسي في شرح هذا الحديث ينظر هذا إلى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أبي لبابة رفاعة بن عبد المندر رضي الله عنه وقيل في أبي لبابة وجماعة تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك روى الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد فكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع في المسجد عليهم فلما رآهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله وحلفوا لا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله الذي يطلقنا فأنزل الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر صيئا عصى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجبه فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم وكان أبو عثمان النهدي يقول ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية والشاهد في قصة أبي لبابة وأصحابه رضي الله عنهم أنهم ممن ساءتهم سيئتهم وحملهم ذلك على أن ربطوا أنفسهم في سواري المسجد اعترافا بالذنب وإظهارا للندم وبرهانا على ما لحقهم من الغم جراء معصية اقترفوها إلى أن أنزل الله تعالى توبتهم وعثى عنهم لما علمه سبحانه من كمال إيمانهم وصدق طويتهم وقد روى أيضا الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم طحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي لا يؤذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما ما تفعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك وفي رواية مخافتك يا رب فغفر الله له فهذا أخي المستمع أخت المستمعة رجل عاش حياته مسرفا على نفسه وفي رواية أنه كان نباشا أن ينبش القبور ويسرق أكفان الموتى وفي رواية أنه لم يعمل خيرا قط هذا الرجل أوصى أولاده بأن يحرقوا جثثه بعد موته وأن يصحقوها وأن يذروها في يوم عاصف حتى يتفرق رماده ظنا منه أنه بهذه الحيلة يفلت من عقاب الله وغاب عنه أو جهل أن الله قادر عليه وقادر على كل شيء حمله على ذلك خوفه من الله فلما وقف بين يدي الله وعلم الله تعالى خوفه منه غفر الله سبحانه وتعالى إصرافه وغفر له جهله بصفته وتجاوز عن كل ذلك ولا شك أن هذا داخل في من ساءته سيئته وقد علق ابن قتيب رحمه الله على هذا الحديث بالقول وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف منه إلا أنه جهل صفة من صفاته فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته تأنيبه وبما خافته من عذابه غفر له جهله بهذه الصفة من صفاته وقد يغلط في صفات الله تعالى قوم من المسلمين ولا يحكم عليهم بالنار بل ترجأ أمورهم إلى من هو أعلم بهم وبنياتهم اعلم أخي المستمع أخت المستمعة أن ألطاف الله عظيمة ومن رحمته سبحانه بعباده أن جعل في الذنب سببا للعفو وطريقا إلى المغفرة ومن مأثور كلام الصالحين في هذا المعنى قول يحيى بن معادن الرازي ما من مؤمن يعمل بمعصية الله تبارك وتعالى إلا ويكون معها حسنتان خوف العقاب ورجاء العفو وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لباب الشهاب شرح وبيان لأحاديث كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب للقاضي أبي عبد الله القضاعي لباب الشهاب سياحة في رياض الكلم اللبوي والحكمة المحمدية لباب الشهاب من إعداد وتقديم الدكتور يونس بعلام إخراج كريمة بنكس